السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب الزهرة لبرج العذراء يوم الاثنين خمسة ثمانية عب أغسطس يوم الاثنين خمسة عب أغسطس الساعة 22.22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش رح ينتقل عنا كوكب الزهرة من برج الاسد لبرج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة 1.22 دقيقة من بعد ظهر يوم الخميس 29.08 طبعا كوكب الزهرة معروف ودائما في كل حلقة بنحكي نفس الكلام انه هو الكوكب المسؤول عن العاطفة عن الحب عن الانسجام عن المال عن الجاذبية عن التفاهم عن الميول الفني وطبعا سلبياته لما بيكون منتحس بعطينا الغيرة وبعطينا العنادة كوكب الزهرة لما بيكون موجود في برج وخصوصا الآن رح يكون موجود بالعذراء بالدرجة الأولى فبيطرأ تغيير إيجابي على المظهر الخارجي لموليد برج العذراء بيجذبوا أفراد الجنس الآخر لإلهم بيستفيد عاطفيا موليد الأبراج الترابية والمائية مثل الثور والجدي السرطان العقرب الحوت وكل شخص لما انولد كان موجود الزهرة عنده يا بي برجو يا بي طالعو وبما أنه كوكب الزهرة إلي وصل أيضا بالفن والجمال والمال والعاطفة فثم فرصة للاستفادي أيضا في المجالات المذكورة للأبراج اللي ذكرناها اللي هي المائية والترابية وكل شخص بينولد والزهرة بتكون موجودة عنده بالعذراء صحيح أنه هي ما بتكون متنفس قوي للزهرة وخصوصا يعني بعد قليل مع الزوايا راح تتأثر بشكل سلبي ولكن الأشخاص اللي بينولدوا وبيكون الزهرة عندهم موجودة بالعذراء هذولا أشخاص ما بيتميزوا بقوة الرومانسية لأنه هذولا أشخاص يعني ما بيتصرفوا بشكل تلقائي مثل الأبراج الأخرى بل بيدرسوا بيحللوا العلاقة لحد أنك بتشعر أنه عنده برود قاتل ولكن لما بيوقع بالغرام يعني بيكون مخلص جدا لأنه عن قناعة طيب عشان نحدد إحنا الآثار إيجابية ولا سلبية لازم ننظر للزوايا طبعا بما أنه الزهرة ما بتجد المتنفس القوي في العذراء فهاي بتنزل من درجة حضوضها وسعادتها ولكن الزوايا برضو بتحدد هذا الأمر يوم الخميس 8-8 في زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين عطارد وبين الزهرة بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا مهيلين للتسامح مريحين خفيفين الروح وبصير هذا الوقت المناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الـ 2-19-8 وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك وبتخلق لدينا رغبات غريبة وبتسببنا اضطرابات في العلاقات العاطفية وصداقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والأفراط في الأكل وهذا الشيء ممكن يسبب اضطرابات صحية أما دوليا فهي بتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في بلد ما بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير كما أنه بيعرف الميزان التجاري في بعض الدول العجز عجز تجاري التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني برضو بيتم تضييع الكثير من الأموال في الدعاء لمنتوجات ما بتلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الاثنين تسعتاش ثمانية زاوية التقابل السلبية بين الزهرة وبين زحل هاي الزاوية زاوية خطيرة بتنقاطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبتزيد من غيرتنا وحفنا للتملك وميلنا للاكتئاب ونزاعات مع محيطنا بتسببنا تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعة الثقيلة والصناعة الحرافية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هاي القطاعات وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية أو البنكية يعني بتعرف اضطراب في المداخل بسبب سوء التدبير والتبذير وبيعاني المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد من التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الجمعة 23 ثمانية زاوية تربية سلبية بين الزهرة وبين المريخ تجعل التفاهم مع من حولنا صعب أكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية تدفعنا للطيش والإفراط وهذا التحول غير مناسب للعلاقات وخصوصا علاقات الحب توقيع العقود وبالدل على ازدياد أعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيانة الزوجية وبعاني الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهذه فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية وطرح منتوجات جديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الثلاثة 27 ثمانية زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس تتهيئ الفرصة لبدء علاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد تجلبنا سعادة غير منتظرة إمكانية خلق علاقات جديدة تبنى على المحبة والعفوية كما أنها بتشجعنا على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية برح تكون يوم الأربعاء 28 ثمانية زاوية التقاول السلبية بين الزهرة وبين نبتون هاي الزاوية بتسبب نوع من أنواع الارتباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية وبتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول أو المخدرات أو الأدوية المهدئة أو المنشطات وبتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وهاي الزاوية يعني خطيرة جدا بيزيد خلالها تحرش الجنسي واغتصاب الأطفال زي ما شفنا أنه في زوايا إيجابية ولكن الغالب رح يكون الزوايا سلبية فإذا رح يكون ممتزج خليط ما بين السعادة وما بين النحاسة وهذا رح ينعكس على جميع الأبراج وخصوصا أنه رح يترافق وجود الزهرة بالعذرة مع تراجع عطارة بالعذرة وبالأسد خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هي فترة جيدة لتحسين العلاقات مع الزملاء في العمل والتقرب منهم بعيدة عن التوتر والكثير من المشاكل اللي منعيشها أو عشناها سابقا بيكون لها بعض الطرق لزوالها أو بصيص أمل لزوالها ولكن بسبب الزوايا السلبية شوي ممكن تنتهي علاقة مع أحد الزملاء وتركون في قطيعة أو إنهاء عمل معين مثلا أو خلافات في مكان العمل أو تقديم أعمال ناقصة فعشان هيك بدأ قليل من المرونة ممكن ما يكون لها الآثار الواضح على علاقاتك العامة لكن عليك الانتباه من الاضطرابات اللي رح تصير بالفترة القادمة صحيح أن بعض موليد برج الحمل ممكن يحصلوا على عمل جديد ولكن مشاكل العمل وتراكم العمل رح يكون برضو موجود وانتبهوا لصحتكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا تواجد الزهرة في البيت الخامس هو من المفروض أنه إيجابي ويعطيك حضوض ويعطيك دعم عاطفي مالي معنوي ولكن أن الفترة هاي بتحمل كثير من الفرص والحضوض العاطفية حاولوا تقبل الشريك العاطفي كما هو ما تحاول فرض أراك عليه أنت صحيح بالفترة هاي رح تكون حساس جدا وعاطفي لدرجة التملك أحيانا حاول أنك تستفيد من هاي الفترة قدر الإمكان ابعد عن التوترات العاطفية الطارئة اضبط عصابك ما تفرض سلطتك على أحباك لأن الفترة زي ما ذكرنا في زوايا سلبية وفي أشياء بتستفز على المستوى العاطفي ممكن تيجي من أحد الأبناء أو أحد الأحبة وبرضو الحضوض ما تراهن عليها بشكل كبير برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا بما أنه رح يكون الزهرة موجود في بيت البيت البيت الرابع لا إلك فإذا هي فترة أنسب أو الأنسب للدخول في المعاملات العقارية لبيع أو شراء أو تغيير سكن أو دخل تعديلات على السكن كديكور أو تصليحات ولكن بدك تكون حذر وتعرف كيف تشتغل في هاي الأمور تتأكد من الأوراق من العقود من الأشخاص اللي بدك تتعامل معهم كما أنه ممكن تظهر بعض الأعطال والمشاكل العائلية اللي بتتطلب منك حضور كامل علاقتك بأسرتك حاول حل المشاكل اللي عانيت منها الفترة الماضية صحيح أنه في بعض الأفراح أو بعض المناسبات العائلية ولكن برضو الضغط اللي يتعلق بالبيت والعائلة رح يكون موجود فبدك تكون حذر ومرن وما تكون عصبي برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا هنا الفترة هاي من المفروض أنها تكون نشطة قوية بالتواصل والاتصالات ورح تدعمك بشكل كامل ولكن زي ما حكينا أنه أول إشي وجود الزهرة في مكان مع زوايا وتراجع طارد في نفس البيت برضو هذا بيأثر بشكل سلبي بيفتح لك مجال المغامرات والكلام ولكن ممكن تندم عليه في وقت لاحق عشان هيك بدك تتأكد من كلامك وتراجع نفسك ما تتصرع بالحكم على الأمور أيضا هاي فترة غير مناسبة للتنقلات أو السفريات اللي بتكون بالشوارع المفتوحة والسرعة العالية مخالفة القوانين والامتحانات ما تعتمدوا على الحظوظ نهائيا صحيح أنه في بعضك رح يكون له نتائج جيدة أو رح يكون له أعمال جيدة صحيح أنه عنده قدرة إقناع ولكن السلبية هاي اللي موجودة من الحركة الفلكية بدك تأخذها بعين الاعتبار بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا وجود الزهرة في بيت المال يعني صحيح أنه رح تعطي شوية أرباح أو أموال أو تساعدك في بعض الأمور ولكن وجودها السلبي اللي بزواياها السلبي رح تعمل نوع من أنواع الاستنزاف أو المصاريف لزيادة اللي بيغامروا بالسوق المالي أو اللي بيشتغلوا في في الذهب أو في العملة أو في الأمور هاي بدهم يكونوا حاذرين بالفترة القادمة جدا لأنه ممكن تكون خسارة كبيرة بسبب عدم الانتباه أو بسبب التسرع بدكوا تنتبهوا من الانفعال والتسرع وما تقدم على أي مشروع إلا بعد دراسة وتدقيق ممكن تجد نفسك مسؤول بشكل كبير عن أشخاص أنت بتحبهم ولكن زي ما حكينا احذر كل الحذر مالياً برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً هنا بما أنه رح تكون الزهرة موجودة عندك ولكن برضو كوكبك الأساسي اللي هو عطارد برضو بيتراجع في البداية عندك بعدين بديو يتراجع في بيت متاهبك إذن ما رح يكون أعطيك أمل كاذب فإذن رح يكون واضح معك تماماً صحيح أنه رح تشعر بنوع من أنواع الارتياح بعض العاطفة بعض الحب عندك بعض القرارات ولكن في تشتت عالي جداً موجود عندك والطراب عالي جداً الشمس موجود في بيت المتاعب أيضاً هذا الشيء بيعمل لك نوع من أنواع الإرفاك عشان هيك ممكن تتخذ قرارات متسرعة أو ممكن تتسرع بالحكم على شيء أو ممكن أنك تتجاهل موضوع مهم فتكون خسارة كبيرة بالنسبة لإلك في الأيام القادمة برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعاً وجود الكواكب كلها تقريباً قرابة بيت متاعبك فهذا الشيء صحيح أنه بعزز بعض الأمور ما بينك وبين أصدقائك ما عارفك مناسبات علاقات ولكن برضو بيعمل نوع من أنواع المشاكل اللي بتتعلق مع الأصدقاء والمعارف أو بعض العلاقات الاجتماعية اللي طبعاً ممكن يصير في خلاف سوء تفاهم أو ممكن ينكشف سر لإلك تكون مؤمن شخص على سرك يكشف سرك أو حتى يعني يستفزك فحاول قدر الإمكان ضبط العصاب حاول أنك تعرف تميز ما بين العلاقات الصادقة والعلاقات الوهمية وتحاول تعرف كيف تتعامل معها إذا في عقود أو في صفقات حاول تراجعها والدقيق فيها بشكل كامل قبل التوقيع عليها وممكن علاقة عاطفية يعني كانت بالسر الآن تظهر للعلن برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعاً دخول الزهرة لبيت الأصدقاء عندك تمنحك فرصة كبيرة للقيام بنشاطات اجتماعية مهمة ولقاءات مثيرة إلها علاقة بالأصدقاء المقربين ممكن تتعرف لأشخاص يكون لهم دور كبير في حياتك بهاي الصداقات ممكن تكون مع أشخاص من الجنس الآخر برضو ممكن يصير في خلافات ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو تنصدم من تصرف بعض الأصدقاء وهذا الشيء يتطلب منك إنهاء العلاقة بشكل جذري وسريع هذا الأمر سببه إنه بيكون في نوع من أنواع كشف الحقائق بالفترة القادمة اللي بتنكشف كل العلاقات والأصدقاء والمعارف والعلاقات الاجتماعية فالخدلان صحيح إنه مؤلم ولكن اعرف إنه هذا الشيء رح يكون لصالحك أكثر كثير منكم رح ينشطوا اجتماعيا وممكن بعضكم يبني علاقات من خلال مناسبة اجتماعية برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا تستفيدوا في تطوير علاقاتكم بالمسؤولين عنكم في العمل ولكن برضو هذا الشيء ممكن إنه ما يجعلهم يتقبلوا أفكارك الخاصة فلا تحتد ولا تعصب بكل مرونة تعامل بالأمر ممكن إنه الوقت مش مناسب الضغط الفلكي مش مناسب فأجل الموضوع برضو حاول قدر الإمكان إنك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر لأنه الفترة هاي وجود الزهرة في بيت السمعة بغرر فيك لأمور ممكن يدفعك لممارسة يعني شيء غير عقلاني أو مغامرة غير عقلانية ترجع عليك بمصائب فبدك تكون حذر وواقعي ومنطقي وتحمي نفسك من أي تصرف ممكن يسيلك في المستقبل برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعاً هي بتعطي فرصة للسفر الخارجي من أجل دراسة أو هجرة أو تعامل مع الأجانب ولكن الزهرة بنحوستها بتلمع لك أشخاص غير موثوقين وأيضاً تراجع عطارت في نفس المكان بدل على أنه هدول الأشخاص يعني بتتسرع بالقرار وبعدين بيكون الأمر مش مناسب إليك تماماً عشان أكون مواضح معك بدك تكون حذر تنتقي المعارف العلاقات حاول إذا في عندك سفر مش ضروري تأجله ولكن إذا كان اضطراري حاول تكون حذر أثناء التعامل مع الغرباء أو مع الأجانب وإحذر أثناء التنقلات أو أثناء السفر ولا تدخل أماكن مجهولة بالنسبة لك هذا أول أمر الأمر الثاني إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ومش أي علاقة عاطفية مع أشخاص غربة عنك يعني رح تكون ناجحة بالفترة القادمة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعاً رغم القسوة الفترة الماضية عليك اللي كانت مالياً في هاي الفترة صحيح أنه في بعض المكاسب المالية أو الإنفراجات المالية أو ممكن تحل مسائل مالية تتعلق بشاركة أو قرض أو تعويض مالي مستحقات مالية أو معاملات عقارية أو سكنية أو بيع أو شراء ولكن بدك تحذر بعض المجازفات المالية ممكن أنها تكون مش لصالحك وممكن يتوجب عليك غرامة أو دفعات أنت ما لك ذنب فيها أو تلزم نفسك بأمور أنت بعيد عن هاي الساحة تكفى الحد تضمن حد وبعدين أنت لتوقع في المشكلة الأساسية دك تكون حذر بالفترة القادمة أنه ما تكفى الحد وما تدين حد فلوس وفي نفس اللحظة ما تغامر بأموال الغير حتى لو شعرت أنه الأمر يعني مكسب مية بالمية الفترة القادمة مغررة تماما فممكن تورطك في مشاكل صعبة جدا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا بدنا نركز مع موليد برج الحوت شوي لأنه هنا الزهرة رح تكون موجودة مقابله تماما وبرضو عطارد بيتراجع في البداية مقابله بيتراجع في بيت الصحة فإذا هنا ضبط العصاب بشكل كامل مع الشركاء شركاء المال شركاء العاطفي هذا أهم منوع بدك تكون حذر أثناء التعامل معه بالفترة القادمة ومرن جدا وتكون يعني بكل برود أعصاب تتعامل مع الأحداث كثير من الأشخاص من موليد برج الحوت رح يكون الوضع مستفز بالنسبة لهم بالفترة القادمة رح يلا يحضروا أنه في أشخاص بتحاول تتدخل في حياتهم أو تفرض أوامر عليهم حاولوا قدر الإمكان أنه تنهو هاي المسألة بشكل حاسم وبدون مشاكل يعني تكون عقلاني بطريقة حل الأمور هاي مسألة المسألة الثانية مع الشريك إن كان شريك مال أو شريك عاطفة لا تطمع بالموال أو بالأرباح أو يعرض عليك شيء فتضحي بشريك العمل حاول أنك أنت تأجل الموضوع رح تكتشف أنه فيه نوع من أنواع التغرير وأيضا مع شريك العاطفة احذروا كل الحذر الفترة القادمة رح تفتح مشاكل كبيرة ما بينك وبين الأزواج أو الزوجات فبتطلع بالعقلانية بحل الأمور مش بالعصبية هيك من كون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر